السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي وابناء الطلاب ورجعنا لكم تاني في نصفات الصيفي لغتنا الجميلة ومع الحصة الماضية احنا قلنا ها ممنوع الخطأ الاملائي. مش هتقع في خطأ املائي بعد كده ان شاء الله. ولكن ازاي? ده اللي هنعرفه النهاردة ان شاء الله. خطوات وخطوات اجساب مهارة الاملاء بكل سهولة. ازاي نقدر اكتب اي كلمة بكل سهولة. انا كنت بعاني مثلا في الصفة الرابع. لسان حالك بيقوم. كنت بعاني في الصفة الرابع مع بعض الكلمات اللي مش عارف اكتبها. طيب ايه رأيكم? ان احنا في خمستاشر خطوة. وهناخدهم كده سريعا. وان شاء الله بعد نهاية النشاط. ان شاء الله ان شاء الله. اتصل الله. اتقول لي مستر انا ما عمتش بغلط في الكتاب اللي املاقي. مع بعض نشوف اول خطوة. ان احنا نتملى الحركات القصيرة. املاء الطفل الحركات القصيرة. ازاي اكتب الحركات القصيرة? يعني يا مستر الحركات القصيرة. الحركات القصيرة انت خطفت اول ابتداء. الفتحة والكسرة والضمة. فتحة كسرة ضمة. بمعنى ان الحرف الايدامي ده هو المكتوب بالنون الاصفر. انا اعرف ان ده الف. بس عليه فتحة مستر? ازا ما عادلوش اسم الوقتي. هو ليه صوت. ده ا. لكن كانت بدون الفتحة ليه اسم? ماشي? الف. يبقى ازا انا اعرف بداية اتقن. عشان انا بقى اشاطة في الاملة ومتميز في الاملة. لابد ان انا اتقن الحروف. حروف اللغة العربية اتقنها. اتقنها وادر اميز بينها. اتقنتها وادر تتميز بينها بتنتقل للخطوة اللي بعد كده اللي هي معرفة الحركات القصيرة. الفتحة والكسرة والضم. اصبح الحرف اللي ادامي ده زي ما انا قلت. ما ليش اسم هو صوت. ا. اللي جنبه تحت كسرة. اي. اللي جنبه ده على ضمة ما تقولش الف. لأ او. يبقى ا اي او. مع بعض نبدأ نتضرب بعد ما عرفة الحروف وقدر تميز بينها وادقنتها عرفة الف با تا ثا جين حا خا دال الى نهاية الحروف. اقدر بقى اجي على كل حرف. ا. ده صوت لانه اخد حركة. اي. اخد حركة ما تقولش الف. او. الصوت ده اسمه. احسنت. با. اوعى تقولي با. با ده اسم الحرق. بس هو انا الوقت ااخد حركة. يبقى با. افتح فمك متضرر حركة خصيرة. با. لاحظ كده معاي الصوت اللي جاي. انت انت بقى صح? بتقولي ايه? بي. بو. نبدأ نتضرب على كل الحروف. نجيب الحرف ونضع عليه الحركة بتا. تا. تي. تو. ثان. تي. تو. اذا بداية اتقنت الحروف. ميزتي منها. مع كل حرف بضع الحركات الثلاثة. الفتحة الكسرة الضمة. وانطق السوت اللي عندي. انا مهدش انطق الحرف. انطق السوت. تب ليه مصر السوت? لانه اخد حركة. تاب نشوف رقم اتنين. تاني خطوة. قال لي املأ كلمات ثلاثية بدون سكون. ما استخدمش السكون انا. ما استخدمش الوقف. موقفش. اخذا. 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 وبعد كده لصك الحروف في بعضها الاصوات. اخذا. كا. تا. با. كتبا. اكلا. اكلا. يبقى اصوت الكلمة. اصوت الكلمة يعني ايه؟ يعني انطق كل صوت على حدة لوحده. وبعد كده اكرأ الكلمة كلها مع بعضها. شب دي. اما برعا. برعا. با. ع. ثا. بعثا. بعثا. وهكذا. خرجا. خرجا. تا. لا. فا. تلافا. تبدي. من يصوتها؟ يصوتها اني اكرأها اصوات. وعي كي لصك الاصوات مع بعضها. يعني ادي. تا. را. كا. تركا. من يك را دي. احسنت. تا. ع. با. تعبا. ايوة. انا سابع الناس يقولي جامعة على طول. احسنت. ما شاء الله. يبقى جامعة. احسنت. حا. صا. دا. حصا. دا. لا. ما. حا. لمحا. بازا. اخذنا الان خطوطين. خطوة الاولى. املاء. حلقة قصيرة. خطوة ثانية. كتابة كلمات ثلاثية بدون سكون. طبعا اجيب انثلة بقى زي ما انا عايز. عندي الخطوة الثالثة. اللي هي كلمات. كتابة كلمات ربعية بدون سكون. اكتب كلمة ربعية بدون ساكن. زي اللي عندي. شاجارة. شاجارة. ودبالك الناس بايه. بقطع الاصوات دي طاعتي في النطف. شاجارة. شاجارة. لحظة دي. احسان. خشبت. خشبت. حلقة. حلقة. طبعا بصلا كل مرة اعمل كده. كل مرة هتعمل كده. لحد ما تتقن. وما تنتقل لخطوة اللي بعد ما تتقن لخطوة اللي انت فيها. حلقة. حلقة. سماكت. سماكت. احسان. عاشارة. عشارة. البعض دي. حا. ر. ك. تو. حركة. حاشارة. حشارة. ببنطة كل صوت على حدة. كل صوت لوحدة. ر. ق. ب. تو. 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 ر. ق. ب. ر. ق. ب. تو. ر. ق. ب. ر. ق. ب. ر. ق انت اهم حاجة يكون عندك الرغبة عند الرغبة ان انا هتخلص من الاخطاء الاملائية اللي عندي يبقى اضرب نفسي زي البطل لما بياخد ميدالية ذهبية بيعمل ايه بيتعب ويدرب نفسه فانت بالتالي انا عايز اخلص نفسي من الاخطاء الاملائية اضرب نفسك ويتعب في التدليل بطل اولمبياد محمد السيد لما حصل على البرونزية الذهبية مش كده تعب ولا ما تعبس اخدها وخلص لا تعب درب نفسه فانت بالتالي درب نفسك هتحصل ان شاء الله على ايه الميدالية الذهبية في عدم كتابة الاملاء بدون اخطاء وعدم كتابة بدون اخطاء يعني دي شايفين دي با را كا تو برا كا تو شايفين اللي جاية اقرأ انت با كده ها قا صا با تو احسن قا صا با تو لانا انت بخطوة تلاتة الخطوة الاولى حركة قصيرة الخطوة الثانية كتابة كلمات ثلاثية بدون سكون خطوة الرابعة كتابة كلمات ربعية بدون سكون هنبدأ بقى نعمل ايه الخطوة الرابعة توقع كده تعمل ايه صح احسن هنكتب مقاطع فاساكن يبقى كتابة مقاطع قصيرة مثل اد و اف و نش يبقى عشان الميز يبقى شاطر في الاملاء بنكتب حركات قصيرة بعد معرفة الحروف تميزها بعد معرفة الحروف تميزها وما في طالب الوقتي بيطلع من الروضة إلا وحافظ الحروف وبيقدر يميز بينها وبيقدر يميز كمان الحركات القصيرة يبقى بتكتب الحركات القصيرة بتكتب كلمات الفلاثية بدون سكون بتكتب كلمات ربعية بدون سكون بعد كده بتكتب مقاطع قصيرة اد اف نش المقاطعة اسمه ايه صح اب شايف حولت ايه اب اخ اك نب ن انا عرفت خلاص ن حركة قصيرة ن نب وفعا تبقى نت تد تن تع ير عب نل تو اذا كتبت المقاطعة القصيرة نروح على الخطوة الخامسة كانت كتابة كلمات ثلاثية بس المرض بقى ايه بها سكون بها سكون زي الكلام اللي جاء حب انا تدربت على ايه على المقاطعة القصيرة قلت اد وحب ابدأ بقى داخل ايه حب لو حب لو وابدأ اعرف ان الباق ده او الساكن ده بقف عنده وابدأ اعرف ان الساكن ده ما يتنطقش لوحده الحرف الساكن لا ينطق لوحده ينطق مع حرف يسبقه ولذاك حب وقفت عند الباق طيب شوفوا اللي بعدها شام سو شام سو شام عو شفت انت قفت عن الممي ازاي شام عو ليه لان عرفت ان ده مقطع الساكن مع اللي قبله مقطع الساكن مع اللي قبله ده مقطع وهنعرف بعد كده كمان ان المد مع الممدود ده مقطع وكل متحرك مقطع يعني زي كان قلت شام وجات عند السي سو ده مقطع الصوت لوحده شام سو شام عو شوفوا اللي جاية ها صح ضب طو ضب طو حسن سق رو سق رو وقفت عند القاب شاط أيوة شع رو سخ رو سخ رو ضر بو طب عو طبعو طبعو تكرا دي بقى كده يا فخط أولاد الرأ دي حركتها فتح مش كاسر يقول ايه رأ سو رأ سو صب حو شوفي الساكن بوقف عنده رم لو صح نور دي الخطوة الخامسة يبقى التاني شعنكتب املائيا صح ويكون كتابتي الاملائية خالية من الأخطاء لابد أولا ان انا اتقن الحروف واميز بينها يبقى اتقن الحروف والتمييز بينها طب اتقنت الحروف واميزت بينها ما تجيش تقول لي بقى يا مستر انا بكرأ الحركات الكثيرة والحركات وبكتب كلمات ثلاثية باجي هتلقق فيها اقولك انت ما اتقنش الحروف هتقول لي فعلا ما اتقنش الحروف في بعض الحروف من ايش عارفها الصد والضاد والضاء والضاء التقف والكاف مش بعرفهم من مستر لا اعرفهم من الأول وبعد كده هتتقن الحركات الكثيرة من نفسك خطوة السادسة كانت ايوه زي ما انا اكتبت كلمات ثلاثية بدون سكور وكلمات ربعية بدون سكور وبعد ما اتبت اكتب المقاطع و اكتبت كلمات ثلاثية بها حرف ساكن وكلمات ربعية او خماسية بها سكون زي اللي جاي كده مل عبو مل عبو كلمة ربعية مل عبو عندك مقطع مل ده مقطع ع ده متحرك لوحده مقطع صوت لوحده بو الباق دي صوت الوحيدة يبقى مل عبو مق عدو مق عدو مخ بازو بالصوت مخ بازو مع هدو مع هدو أحسن أقف عند الشيء أيوة أشرفو لوحدك ها يلا معايت أيوة أز رقو أز رقو مر كبو مر كبو أحسن مع ملو مع ملو يب أيوة يب خسو يب خسو يبقى يب ده صوت لوحده وخد مقطع خد سلاشة كده يب خ سو يب خسو أحسن نب عثو نب عثو نب عثو وبعد ما أعطاها أصوات كده ضم الأصوات ألصك الأصوات مع بعضها في النوت نب عثو نت نت روكو شفتو نت روكو يت يت بعو يت بعو ات 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 كنو ات كنو كبه إذن أتقنت الحروف ويدي التمييز بينها بعد كده أكتب الحركات القصيرة أكتب كلمات ثلاثية بدون سكون أكتب كلمات ربعية بدون سكون أكتب مقاطعة قصيرة أد ودد ونش أتملّ كلمات ثلاثية بها حرف ساكئ أتملّ كلمات ربعية أو خمسية بها حرف ساكئ طيب نشوف خطوة السابعة الحركات الطويلة آه دخلنا على الحركات الطويلة يا الحركات الطويلة يا مصر ما نحن أخذنا الحركات آه أخذنا الحركات بس القصيرة يعني يا مصر حركات القصيرة الفتحة والكسرة والضمة يعني يا حركة قصيرة حركة قصيرة يعني قلنا بتفتع فمك مقدار حركة واحدة آه آه يا حركة قصيرة بالحركة الطويلة تبقى زي المصر آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� دي اسمه ايه? محسن. دي همزة اولاد ا. وهمزة ممدودة. يبقى دي اسمها همزة ممدودة ما تقوليش على همزة طايرة بقى. دي همزة ممدودة. تعرف ان هي ممدودة مدتها بالالف. يبقى دي حركة طويل. دي حركة طويل. دي حركة طويلة. اوه عتقولي التا. تا دي حركة قصيرة كنت تا دي حركة طويلة. يعني مقطعة. مع المد مع الممدود. والساكن مع القبل. دي ايه? طا. دي ضا. احسن. ايه? حا. دي فا. ما تقوليش سا. سا دي حركة قصيرة كنت تا دي حركة طويلة. نا دي حركة طويلة. دي تقرأ ازاي? احسن. اوه عتقولي الشا. شا دي قصيرة. طول في الفتحة. عبارة عن ايه? حركة? وطولتها شوي. زي الحبل وشديد. فقولت شا. او قصتك ومطيته كده. شوف دي. اه? انت المقطعة هادقولي ايه? صح احسن? خا. لا. خطأ. طول في الخا. خا. دا. يبقى انا كتبت الوقت ايه? ايه? الحركة الطويلة المد بالالف. لو انا مصر عندها عيقات طويلة غير المد بالالف. هناخد الوقت صح. انا هنكتب ده المد بالالف. يبقى بالالف. احسن. ودى الخطوة الثامنة. فعلا. كتابة كلمات ثلاثية بهمت بالالف. اكتب كلمات ثلاثية بهمت بالالف. زي. كا. نا. شوفت انا عمتها في الكاف. كا. نا. صا. حا. الصا. طولت معايا. صا. حا. طولت بالفتح. يبقى مد الالف. شوف اللي جا دي. شوفي النا. انها تطول. طولت ايه بالماد القلب. يبقى نا. ما. نا. ما. هنا. عا. شا. العين طولت. طولت البالفتح. بس الفتحة كانت طويلة شوية. عا. فا. دي. الفا حركتها فتحة. يبقى صوتها فا. دي حركة قصيرة احسان. تب هنا يا مصر بعدها ما الدالف. يبقى ايزا طول في الفتحة. بقول فا. زا. سوف تلاحظ الفرق بين الفا. زا. زا. حركة حركة قصيرة. لكن فا طولت معايا. ايه اسمها ايه. ها. احسان. طا لا. لحظة الفرق. في 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 النوت كل القاف. وبقول اللي بعديها. الفتحة بتاعتها طولت. طا لا. يبقى امد الالف. الفز هو فتحة طويلة. فتحة طويلة. خووات لا. طا با. تو بكر اللي جاية. احسنت. صا ما مش همتحاول صا صا حد باستحركة خصيرة طول الفتحة صا ما دي سهلة ايوة سهلة طب كرة كده هتقول لي ايه عادة طا فا شفت الطا طولت بالفتح طا فا ناتج عنها مد الف طارا بابو بابو تاجو شفت الطا طولت بالفتح تاجو ما او وابدأ برضو اتدرب قلنا التدريب 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 لن تحصل على ميدالية الا بالتدريب فاي رياضة بتمارسها هتلاقيك حارس على التدريب فبالتالي الاملاء بتاعتك شوية شايف ان هي انت كويس فيها بس عايزت نقول ايه تنميها اكتر التدريب يعني مسلا انا ماخدش الكلمات دي واسكت كده وقال انا انطررت لا انت بقى تبحث عن كلمات ثلاثية بقى مد بالالف وتبدأ تكتب كلمات ثلاثية بقى مد بالالف تخلص صفحة صفحتين ثلاثة تخلص الكراسة واحنا هنجيب له الكراسة التانية ماهمش حاجة طب نشوف كده اه نكتب كلمات اربعية او خماسية بقى مد بالالف انا خلصت كلمات ثلاثية بقى مد بالالف صح? هدخل بقى كلمات الضربعية باسمو باسمو شاب اللي جاية؟ اققق قلها دفعها يا مصطب دفعها دفعها خطوطين من الخطوات اللي ملاقين لنا خدته فيها مقطع ساكن فيها احسن فيها مقطع في سكون اققق وفيها ايه كمان فيها مقطع في مد قالب لا يبقى اققلامو يبقى اذا اققامو ده حتى وانت بتنطقها تلاحظ ينات لك مقاطع أقلام وتقوم تنصك المقاطع مع بعضها نتج عنها كلمة أقلام أيوه أحسن يعني انت شايفك بتكرأ بتسبباني في الكراء خالدو سامحوا يعني انت عارفون خالدو دي كم مقطع ساند واحد بولي ثلاثة ممتاز خا ده مقطع بس مقطع ايه شوية طويل طويل بالفتحة اللي أنا في مد ألف خالدو خالدو سامحوا برضه ثلاث مقاطع سامحوا حركة الواحدة مقطع حو حركة الواحدة مقطع يبقى سامحوا قلنا المد مع الممدود قطع قطع يا محمود حط المد مع الممدود يبقى ساء والساكن مع اللي قابله أقق والمتحرك يمشي الواحدة مين حو نشوفوا اللي بعدية. نائمو. نائمو. صح? ناسلين. شو حد قوله يا مصطف. قولي انت قلته تاني قطع قطع يا محمود دي صح? سهلا. قطع قطع يا محمود. حط المد مع الممدود. المد فين? نا. نا ده مقطع. اي. دي هامزة مقصورة نائي. نائمو. نائمو. تلات مقاطع. حامدو. حي. حي. حي صانو. حي. حي صانو. برضو تلات مقاطع. حي. ده صوت الوحد. صا. ده صوت الوحد بس طويل. ونو. حي صانو. حي صانو. حي صوت الوحد. والمد مع الممدود. تعمل تولي مصطع قطع قطع يا محمود. حط المد مع الممدود. يبقى حي و رو. حي صانو. ايوة. دي. احسنت. والصوت اللي جاي طويل. دماغو. دماغو. انت كده صوتها. ابدأ اقرأها صوت دماغو. بس. كده هتبقى ممتاز في الامة. ليه? لانك هتبقى ممتاز في القراءة. مش هتكتف الصح. الا ما تكرأ الصح. ومش هتكرأ صح. الا ما تعرف الحروف صح. وما تعرف الحروف صح. تتحط بعدها الحركات. صح. بعدها تلك الكلمات. وتتضرر بنفسك. وتعرف الحركات القصيرة والحركات الطويرة. دم نجي هنا. عي. ايوة. عي. علاء. علاء. جو. برضو. احسن. الاصوات تلاتة. عي. صوت. متحرك دل واحده. لا. المد مع الممدود. جو. في واحد بقول لي يا مصر بقول لي الانشودة تاني. قطع قطع يا محمود. حط المد مع الممدود. المد مع الممدود. والساكن مع اللي المتحرك يبقى الواحده. لاحظ اللي جاية. وي. وسامو. اللي بعدها قا. قاواري بو. دي باقي كلمات خماسية. شو يا مصر عايز قلنا صوت. صوت يعني ما تصدرش صوت عالي. ما تصحش يعني صوت عالي. لا. الصوت يعني قطع اصوات. قا. قا. ري. بو. قا. ري. بو. فهي صوت تقول لي مصدر. تعرف تقول لي احسان تقول الوا. صح? يعني فاهمت ده الف احسان. قا. ري. بو. شوفوا البعض يا. ما. منا. صيب. منا. صيب. الما. حركة. نا. ده مقطع. صي. حركة. صوت يعني مقطع. بو. البعض يا. قا. 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 اي. مو. قا. اي. مو. احسان. كم صوت ده يقول لي علي? اربعة يا مصدر. صح? تب قولي كده الاسوات بتغلاتها. قا. ده صوت. و. ده صوت. اي. صوت والمو صوت. احسان. لحظه ما هو بيقول ليه? الوا. صوته طول فيها. لكن لما جاعد ال اي. ال اي. ومو. احسان. اذا اخذنا تسع خطوات. الخطوة العاشرة يا شباب. اللي هي الحركات الطويلة المادة بالياء. يعني هنا منصر الوقتي خدت الحركات طويلة المادة بالياء. وكتبت بعدها كلمات ثلاثية بقى مادة بالالف. وكلمات ربعية وخمسية بقى مادة بالالف. انا هعمل كده كلياء. احسان. ما شو الله عليك. يوازا. هكتب حركات طويلة بقى مادة بالياء. الصوت اللي قدامي او المقطع اللي قدامي ده اسمه ايه? اي. شفت انا عملت ايه? اي. اللي بعده بي. البعض حركتها كاسرة بي. بس الكاسرة ديها تطول. يبقى ينتج عنها مادة بالياء بي. بي اي زي ما احنا شفناها بالمثال بي. الصوت ده اسمه ايه? مثلا دي لا. طول شوية في الكاسر دي. يعني في مادة دي ازان ده مقطع. جي. مقطع ده اسمه? احسان. اي. اللي جاي? ري. ده صوت. مقطع. ما تقول ليش عي وتسكت? لا. طول. عي طول بالكاسر. ما تقول ليش شي وتسكت? دي حركة قصيرة? لا. شي. احسان. لي. قي. طوع تقول لي. لا. لي دي حركة قصيرة. طول. احسان. ده اقول لي. سي. يبقى الكسرة الطويلة بينتج عنها مادية. يبقى ازان انا عرفت البدا تكتب ايه? حركات طويلة المادة بالياء. نروح لفين? احسان. نتملى كلمات ثلاثية بها مادة بالياء. طبعا كده معي. فعلا كلمات ثلاثية بها مادة بالياء. ازان لما يقرأ المقطع في لو. في لو. شفت الفا? الفا لما جات انطقها تحتها كسرة يعني هي صوت في. بس دي كسيرة. طول في الكسرة في. لان في مادة ايها صح? عي دو. يعني في لو. احسان. ري. لا طول. ري فو. ايوالا لان دي حركة طويلة. عارفين الريف اللي هو القرية. تي نو. تي. احسان. التا حركتها طولت بالكسر. تي نو. حي نو. حي نو يعني وقت. ني لو. لو هنكننا عارفين النيل. جيلو. كلهم الاولاد اللي في صفة بكلهم على مستوى الجمهورية كلهم. دول جيل واحد. ممكن. الشباب مع بعض. دخلهم. تعلموا الرسم وفضلوا مع بعض لحد ما بقوا ما شاء الله رتسمين كبار اصبح دول جيل واحد في الرسم. يبقى الجيل. لما جماعة من الناس مش شاركين في صفات معيانة. قد تكون العمر. لو السن يعني. قد تكون مسلا اه الهواية. الرياضة. شايفين الكلمة دي. من نقرأ للكلمة دي. احسان. دي. ايوه. ممتاز. هو عمل ايه. طول في الحركة بتاعت دي. طول في الكسر. صح? دي. كو. اه. اخي. ري. شو. شفت الشين حلكتها عاملة زي. شو. شو. حلكة قصيرة. شوفوا الري حلكتها عاملة زي. ري. شو. طويل. ري. مو. طي. نو. امي. توقع. احسان. احسان. هنروح نكتب كلمات ربعية بها مادة بالياه. او خماسية مصر او خماسية. اه. كلمات ربعية او خماسية بها مادة بالياه. با. 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 سي. طو. با. صوت البا حركة قصيرة. با. اذا انت صوت لوحده. سي. صوت طويل. طو. ا. امي. رو. امي. رو. امي. رو. با. 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 دي. لو. جا. ايوة. جالي. دو. اكرة. طمعايا. احسان. صوت لقول. عام. ني. دو. و. و. لي. دو. و. لي. دو. و. حسان. كيلو. و. كيلو. ايوة. ايوة. يجري. انت عفي يجري دي كم مقطع? احسان انت مقطعين. يج. السكن ما على قبله. والمادة ما عنده. يجري. ما. مريضة. مريضة. حبيبته. حبيبته. ايوة. احراحين فين الوقتي. ايوة. احسان. انا خدت المد الالف. وخدت المد الياء. يبقى راح فين. للمد ايه. الواو. ما شاء الله عليك. فعلا. الحركات الطويلة اللي هلمد بالواو. يعني ايه. الصوت اللي عندك ده اسمه ايه. صح. هتقول لي يا مصد. الالف على الضمة. اقول لك بقى. بداش بقى. الالف على الضمة دي. خلاص. احنا عرفنا ان ده صوت. او. او. طولت ايه. او. مد بالواو صح. الضمة تطول. يبقى مد بالواو. بو. بو. شفت الباق. اقول لك لا ما تقول ليش باق. دي بو. طولت يا مصد صح. طولت بو. ده مد واو. ها. تو. اقول لك لا. تو. شو. دو. البعديها. شو. اقول لك لا. مش شو. طول في الضمة شوي. شو. ايوة احسن. عو. طولت يا. وهذا بدينا مد بالواو. فو. طب تقول لك الصوت ده اسمه ايه? طو. احسن. حو. هو. مو. لو. احسن. ايوة. وو. يقول لي بسا كنين واو قالك لا استنى مش كنين واو ايه كنين واو ايه? دي كنين واو ايه? انت عندك الصوت الاول يسمو ايه? وو. ما تقوليش واو. وو. والضمة طولت. قال ووو. طيب نروح للخطوة اللي بعد جدا. اللي ايه? عشان لسا عندنا خطوة واحدة. املاء الطب لكلمات ثلاثية بها ماد بايه? بالواو. حو تو. تو تو. قبل لكم انا لسا عندي في الاملاء. عندي في الاملاء. درس كتير. مش رأي تخليك في الهمزات تخليك ممتاز. املاء طب لكلمات ثلاثية بها مادة بالواو ايه حو تو 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 تو. افتروا دي. حو تو. احسنت. عو دو. عو. ده صوت صوت طويل. عو دو. صوت قصير الدل. صوت قصير دو. فو لو. غو دو. نو حو. لو 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 تو. رضي. كو. كو. خو. طو طو رو. احسنت. صو فو. حو رو. سو رو. عو فو. ايوه. يا برؤوف على الخطوة اللي جاية أحسن كتابة كلمات ابو mismae songs أيوا ثلاث أصوات سودو دي بو بذورو بو بحوثو جو جلودو جلودو جو جسورو زو زروعو باطل أصوات تلات سو سهولو ايوة سو سطو حو فو فروق هنا يش كم صوت نمتاز سطين يش السكن مع لغابله والمد مع الممدول يش كو يبورو يبورو ير سو وما تنساش شو أنت تتبعنا على قناة اليوتيوب وده جاده البث المباشر اللي بينزل عليه وإلكم بقى في النهاية تحياتي مصر عبدالله الضياسطي إن شاء الله إن شاء الله بكده نكون قدرنا نقطع شوت كبير في الكتابة الملايين الصحيح شوفوا إن شاء الله في درس خاطر